اهلا بكم من جديد نبدأ نشرة من الشأن المحلي حيث أعلن مصرف البحرين المركزي عن تسجيل أول شركتين في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية فينتيك وهما شركة ترامونيكس ومقرها لندن وشركة ناوماني ومقرها دبي وتختص الشركة البريطانية في مجال إدارة العملات الأجنبية للمؤسسات فيما تختص الشركة الإماراتية بتوفير حسابات الحوالات المالية العملة من ذوي الدخل المحدود في دول مجلس التعاون الخليجي هذا وقد قام مجلس التنمية الاقتصادية بتقديم المشورة ومساعدة كلا الشركتين على تسجيل في البيئة الرقابية التجريبية للتكنولوجيا المالية وتعكس هذه المبادرة الجهود المتواصلة التي يبدلها المصرف لتحديث وتطوير بيئة التكنولوجيا المالية بهدف تمكين الشركات العاملة في القطاع من طرح خدمات تكنولوجيا مالية مبتكرة توفر البيئة الرقابية التجريبية مشاهدين للتكنولوجيا المالية تم طرحها في شهر يونيو الماضي بيئة افتراضية تسمح للشركات بتجربة حلول وخدمات التكنولوجيا المالية بحيث يتم السماح للشركات سواء المرخصة من قبل المصرف المركزي أو الشركات المحلية والأجنبية الأخرى المشاركة في البيئة الرقابية التجريبية فمن خلال إتاحة الفرصة للشركات للتوسع والابتكار ستساعد البيئة الرقابية على تطوير خدمات التكنولوجيا المالية وتعزز من مكانة البحرين كمركز للتكنولوجيا المالية في المنطقة بلغ إجمالي المبالغ المستثمرة في كافة الصناديق الاستثمارية في المملكة لغاية نهاية الربع الأول من العام الجري نحو سبعة مليارات وخمسمائة وخمسة ملايين دولار وبحسب بيانات مصرف البحرين المركزي ارتفع عدد الصناديق الاستثمارية خلال الربع الأول من العام الجري حوالي 44 صندوقا لتبلغ 2610 صناديق مع تسجيل زيادة في الأموال المستثمرة بمعدل 84 مليون دولار وقد بيّنت أرقام المصرف المركزي أن المؤسسات استحوذت على أكثر من خمسة مليارات دولار من حجم الصناديق الاستثمارية فيما شكل الأفراد مجموعه مليار وتسعمائة وستون مليون دولار كما بلغت استثمارات الصناديق التي تديرها بنوك التجزئة نحو مليار ومئتي مليون دولار في نهاية الربع الأول من العام الجري فيما وصلت إلى 1.1 مليار دولار لبنوك الجملة والآن نتابع أسعار صرف دينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية نواصل النشر الاقتصادية مشاهدين مع أداء البورصات الخليجية لنهاية تعقدات هذا اليوم وكما نلاحظ على شاشة أغلقت معظم البورصات الخليجية في المنطقة الخضراء ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بارتفاع بنسبة تقارب النصف نقطة مئوية عند مستوى 7261 نقطة مدعومة بأداء قوي لأسهم البنوك التي ربما تستفيد من رفع محتمل لتصنيف المملكة من مؤشر FTSI لمؤشرات الأسواق بنهاية الشهر القادم ونتحول إلى بورصة الكويت التي أغلقت مخالفا لبورصة أو السوق المالية السعودية بنسبة ضئيلة كانت تراجع 0.08% عند مستوى 6908 نقاط وجاء على رأس الانخفاض مؤشر قطاع الخدمات المالية ننتقل إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالي الذي أغلق بارتفاع بنسبة تزيد عن 10 نقطة مئوية عند مستوى 4485 نقطة بسبب تقدم أسهم قطاعي الطاقة وأيضا قطاع العقارات فيما سجل سوق دبي المالي تراجعا أو ارتفاعا كان قويا في تدولة اليوم بنسبة قارب 13 نقطة مئوية عند مستوى 3613 نقطة ويعود سبب الصعود لارتفاع مؤشر قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية ولكن حجم التعاملات اليومية كان الأدنى من نوعه منذ سبتمبر 2015 في ظل عطلات الصيف واقتراب عطلات عيد الأضحاء الطويلة في حين سجل سوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعا كان الأقوى في تدولة هذا اليوم بمستوى يزيد عن 18 نقطة مئوية عند مستوى 5000 وثلاث نقاط وذلك جاء بدعم من تقدم التدول على أسهم القطاع المالي وقطاع البنوك أما بالنسبة لبورصة المحلية ومشاهدين فقد أغلقت على انخفاض بنسبة تزيد عن 10 نقطة مئوية عند مستوى 1300 نقطة وذلك بسبب انخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية على الرغم من ارتفاع مؤشر قطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 773 ألفا وثلاثين سهما بقيمة إجمالية تجاوزت 177 ألف دينار تم تنفيذها من خلال 22 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التدول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة منسبته 95% من القيمة الإجمالية للأسهم في خبر آخر توقعت دراسة سعودية أن تتجاوز عوائد الحج لهذا العام حجز 16 مليار ريال على أن تقفز إلى أكثر من 21 مليار ريال بعد خمس سنوات وعشرت الدراسة إلى ارتفاع معدل إنفاق الحجاج تشكل الهدايا وحدها نحو 14% من مجمل الإنفاق وطالبت الدراسة بالاستفادة الاقتصادية القصوى من خلال زيادة الدخل الناتج من الشركات مع القطاع الخاص من 80 إلى 190 مليون ريال ورفع عدد الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص من 1% إلى 17% لبيت اللهم لبيت لبيت لا تريت لا تريت لا تريت إن الحمد والنعمد لك والملك لا تريت لا تريت لا تريت لا تريت لا تريت إن الحمد والنعمد لك والملك لا تريت لا تريت لا تريت لا تريت لا تريت لا تريت إن الحمد والنعمد لك والملك لا تريت لا تريت لا تريت لا تريت لا تريت في الدولة 6.2 مليار درهم قروضا جديدة للأفراد خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري لأصل رصيد الاعتمال الممنوح لهم إلى أكثر من 353 مليار درهم بنهاة يوليو عام 2017 وارتفع الرصيد الإجمالي للاعتمال المصرفي الممنوح لكافة القطاعات في البنوك بالدولة من نحو 20 مليار درهم من القروض وتسهيلات المالية كما وزارت الاحتياطيات الأجمالية للبنوك العاملة في الإمارات لدى المصرف المركزي بقيمة 16.4 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 6.3% وظهرت البيانات أن الودائع المصرفية لدى البنوك في الدولة استمرت بالارتفاع خلال العام الجاري ونمت بنسبة 1.9% بزيادة قدرها 29 مليار درهم تقريبا خفضت وكالة فيتش للتصنيف الاعتمالي تصنيف قطر إلى AA- مع نظرة مستقبلية سلبية وتوقعة تباطؤ النمو المحلي ونزوح الأموال من البنوك بالدولة وتوقعت الوكلة انخفاض صاف الأصول الأجنبية السيادية لقطر إلى 146% من ناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري كما توقعت تباطؤ نمو الناتج المحلي القطري إلى 2% في عام 2017 و1.3% في عام 2018-2019 نزولا من 2.2% في عام 2016 ويضع هذا التصنيف لقطر عند نفسه مستويات تصنيف وكالتي مودز وستاندر أنبورس والتي توقعت نظرة مستقبلية سلبية لقطر وقالت وكالة ستاندر أنبورس إن الدافع الرئيسي إلى تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية هو المخاطر المالية الناتجة من أزمة قطر مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أخيرا شهدت المملكة العربية السعودية إطلاق طيران أديل الذي يعد أحدث شركة طيران اقتصادي في المملكة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة وتضمن حفل التجشين عرضا للواقع الافتراضي لمقصورة الطائرة بطريقة مبتكرة وعرضا للخدمات التي يقدمها طيران أديل من جانبه قال رئيس التنفيذي لطيران أديل كورن كوركوف ياتس أن الشركة تريد أن تقدم للمملكة خيارا جديدا ومتميزا في مجال النقل الجوي هذا وسيبدأ طيران أديل إطلاق أولى رحلاته الجوية في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل التزامن مع ذكر اليوم الوطني للسعودية ومكبة لخطط وبرامج التنمية الشاملة في المملكة نسبة النمو في السوق نسبة صحية هناك مجال كبير لفلاي أديل 50 طائرة يعتبر شركة طيران كبيرة وبسرعة عالية لا ننسى أن الخطوط السعودية أيضا مستمرة بانطلاقتها وبنموها وهناك كذلك مشغلين آخرين